بضيفي الكريم مصطفى كويسي اللعب الدولي السابق للحديث عن هذه المواجهة وعن حضوظ المنتخب الوطني في هذا اللقاء مرحبا بك مسي الخير والتحية موصولة لكل مشاهدي البرنامج مرحبا بكامرة أخرى قبل أن نتحدث مصطفى كويسي عن هذه المواجهة بس أن نذكر بترتيب المجموعة العشر التي يتصدرها المنتخب الوطني بعشر نقاط يليه منتخب إثيوبيا بخمس نقاط والسيشل بأربع نقاط ثم متديل الترتيب منتخب لسوته بثلاث نقاط فقط إذن السيد مصطفى كويسي الخضر اليوم على بعد نقطة واحدة فقط من بلوغ كان 2017 وعلى الورق يبدو منتخب السيشل في المتناول نعم وهذا الكل المختصين في كرة القدم يدركوا أن الفارق كبير في المستوى بين هذول الفارقين بين الجزائر وسيشل ولذا نظن من باب المنطق المباراة ستكون في متناول الخضر شريطة بعض الأشياء التي تكلمون عليها لكي لا نطيحوا في فقط المباراة السهلة طبعا شاهدنا منذ لحظات تشكيلة الأساسية التي سيدخل بها نبينا غيزة مواجهة اليوم كثير من المتتبعين كانوا يرون بأنه سوف لن يغير كثيرا في النهجة التكتيكي لسابقه كريسيون غوركيوف يعني أربعة اثنين ثلاثة واحد لكن سيدخل بالنهجة التكتيكي أربعة واحد أربعة واحد يعني زفان غلام بالقروية ووماندي بالإضافة إلى مجانية الذي سيكون متقدم وكمدافع متقدم وفي نفس الوقت سيكون حلقة وصل بينه وبين تايدر الذي سيكون كذلك رفقة بودبوز سوداني غزال أما بنزية فسيكون مهاجم صارح يعني في ضل التشكيلة الآن اللي رأي عندنا يعني اليوم تبين حاجة يعني شي واحد يعني اللي رأي ظهر يعني لكل يعني متبع الكرة يعرفو وأنه أولا الشيما تاكتيك هذا اللي داره لنغيز هو أولا يبينك أنه نية في الهجوم الهجوم نعم نية راح تكون يعني عندك باش تهاجم لأنك تلعب إنسانتينان مع نتالي مجاني لموالفين يعني ساعات مع كيكان غوركيف ولكن تكون مباراة صعبة يعني تلعب بزوج الارتكازين اليوم نقد نقول واحد برك وكاستانتينان يعني حتى للظاهرين راح يطلعو الآن هذه تبين أن نية الفريق راح يلعب يعني متقدم للأمام وبالطبع يعني عودة طايدة ربما عندما يقتطي الأمر يرجع ويعون ولكن المدفع يعني ما معروف أنك نقول نقول يعني ما راح يكون تغيير إلا يعني في في الهجوم حينما الآن راح نشوفه نكتشفه غزال بودبوز كذلك العائد وخاصة بنزيا نعم نتحدث عن التغييرات والبدائل بالنسبة لناخب الوطني المؤقتنا بنغيز بودبوز ثالث أحسن ممرر في الدولة الفرنسية عن سودانيا العائد غزال حالة عودة استثنائية مع نادي ليون كذا يسين بنزيا في أول مشاركة يعني والله نشوف بالنسبة هذول اللاعبين بطبع كلها يعمل على أنه يبرز يعني بالطبع هذه مباراة نظن فرصة لهم يعطيك صحة هذه فرصة يعني ونقدر نقول تمينة يعني فرصة لهم لباشي يتبتوا المكانة تحهم لأنه نظل حتى المنافس تقدر تبين معها القدورة تحك أنا نتمنى أنه غزال لأنه شفناه يعني دار موسم مرائع مع أولمبيك ليون يعني في الدور الفرنسي ويندار يعني سانة استثنائية وهو مطلوب منها وهو مطلوب نعم نتمنى إن شاء الله اليوم يعني يفرض المكانة تحو أساسية كذلك بنفس الشي بالنسبة لبنزية لأنه نقدر نقول هذا هو ظهور تعول الأول يعني مع الفريق وعودة بود بوز كذلك اللي عنده أنا نظن بالنسبة لي عنده حسابك لابد أنه راح يكون كصانع لعب كصانع لعب هو لا نماتير يعني نقول في مكان إبراهيمي نقدر نقول هو لعودة إبراهيمي نتمنى أن يعني خاصة على أبو دبوس أنه ولا حتى اللعبين الأخرين أنهم يديروا مباراة في المستوى ويبينوا وهكذا تطلع المنافسة بين اللعبين السوداني ممكن تكون له كلمة أخرى اليوم العائد إلى المنتخب وحقق كأس برتغال كأس نعم يوغوزرالي في يوغوزرالي لا أشوف بالنسبة لي سليماني نقول ما كانش غايب بقارنة بهذه اللعبين اللي تكلمنا عليهم حتى بودبوس كان لما تنحى وعود زقوله السوداني عنده تجربة هذه أنه لعب ولو ما لعبش كثير لأن المنافسة ما تنساش بأنه عندما يكون الفريق أو يكون سليماني كاراس حربا يكون اللعب تعليستار يكون في الفغولي عندما يكون هو ساعات قلة ما ما شفناه أنه يلعب كأساسي ولكن اليوم كذلك السوداني أنا متأقن أنه رح يدير مباراة كبيرة لأنه عنده بالنسبة للتلع اللعبين هو اللي عنده التجربة الأكثر في إفريقيا نعم تكلمنا عن الهجوم طبعا قلنا بأنه قدائل في المستوى بالنسبة لنغيز لكن أهلا ربما ما نقدرش نشوف أنه الهجوم ربما سيفقد نوعا من التوازن بهذه التغييرات الجدرية شاهدنا يعني هجوم قوي بالنسبة للمنتخب الوطني بقيادة محرز إبراهيمي وسليماني سجل 17 هدفا كاملا أعمل إشكال راح موجود راح موجود في الإنسجام للإنسجام لأنه هذو اللعبين اللي أول مرة راح يلعبوا مع بعضهم نظن إشكال الإنسجام راح يطرح نوع ما ولكن هذو محترفين والآن عندما تلعب لو كان المشكلة كان يطرح لو كان لعبنا مع فريق قوي يعني من الدرجة الأولى يعني كما يقول لك فريق يعني يكون مستوى عالي ممكن هنا نقدر نقول لك راح يطرح لنا مشاكل ولكن عندما تلعب مع السيش لأنه نظر حتى اللعبين هذو ما لازم لهمش وقت كبير باش يتعقل مهو يعني في 4 ساعة 20 دقيقة يعني يكونوا يعني يلقوا يعني كما يقول لك التاقة التحم وكل واحد يحاول من خلال هذه المباراة أن يزيد يفرض المكان التاعه ويبهن أن يعني الاستدعاء التاعه ما وش غلط ولكن في صواب نعم نتكلم دائما عن الهجوم فيه لعب آخر يعني مهم ومهم جدا لما نتكلم عنه ولم يقحم أساس في هذه المواجهة حدث عن صوفيان هني أحسن هداف في الدوري البلجيكي لا هو دك بـ 17 هدفا كميلا وأحسن لعب هو خيارات الآن خيارات المدرب يعني ممكن دخوله ممكن نعم في مجرأة المباراة في شوط الثاني يعطي إضافة ممكن أتوقع خاصة عندما يعني تكون نتيجة إن شاء الله يعني تكون يعني محسومة ننظم بلي راح يعطى له الفرصة هو كذلك ولكن هذا خيار المدرب شاف أنه يعني هذو الأساسين هم اللعبين هذو ما اللي يدخلوه في القطار الأمامي ممكن يعني يوجد راحه لما لا يعني يدخل ويزيد بي لأنه هو كذلك عنده قدرات كبيرة نعم مصطفى كويسي نقطة أخرى مهمة بما أنه كل يجمع على أنه من غير المنطق يعني المقارنة بين منتخب مونديالي كبير يحتل صدارة المجموعة العاشرة أمام منتخب اسمه سيشل يعني منتخب مغمور جدا على المستوى الإفريقي ربما هذا رح ما تخوفش يعني ربما هذا سيدخل اللعبين نوعا ما في نوع من التساهل يعني مع هذا المنتخب أو استصغار الخصم ربما هذه من الأشياء اللي لازم يعني ما تفعلش تماما في هذه المباراة ونضم باللي أن المدرب والمسؤولين نضم نرى هم دالوا الدورة تحهم وتكلموا مع اللعبين وحتى اللعبين قلت لك يعني بما هما يعني محترفين أنا نضم ما يدخلوش في هذا الفق لأنه ما لازمش ومطلوب عليك أنك ما يكونش عدم استصغار هذا المنافس مهما يعني كان هو الإحصائيات تقول أنه هو تلتة من بين تلتة أسوأ فرق إفريقية لطروازي أم أسوأ فرق في إفريقيا هذه ما لازمش تدخلها عندما تلعب كورة القادم ممكن يفاجأك في أي لحظة بأنصورها هذا هو كورة القادم ما هيش يعني علوم دقيقة ولذا لازم الحذر والحيطة ولكن لو يعني لعبين يدخلوا متركزين وينحيوا هذه كما قلت لك عدم استصغار المنافس أنا نظر الأمور راح تمشي على عاديها وممكن يعني نربحه يعني بدون صعوبة يعني كبيرة في الموقع إن شاء الله مصطفى كويسي قبل أن أعود إليك سيد مصطفى كويسي مهمة جدا نرغم أن المنافس يعني لا يقارن مع المنتخب الوطني الجزائري لا شوف في كورة القادم الكل يتخوف من غياب هذا العمل لقرب فترة التحويلات الصيفية وأنت عارف بأنه فيه لعبين ما زال يعني مستقبلهم غامض بالطبع هذه حقيقة حقيقة عندما تلعب مباراة يعني في مثل الفطرة خاصة الفطرة لأننا نرى في نهاية الموسم وكيما قلت وقت التحويلات وقت يعني الكونتاكت يعني اللعاب يدير شوية حسابات ولكن قلت لك الحمد لله أننا يعني طحنا مع فريق يعني لنقد نقول ضعيف لا نقول بكل صراحة ضعيف وهذا يعني ما راحش يعني يطلب لك أنك تكون عندك يعني روح قتالية كبيرة باش تفوز عليه لو كان يعني منافس آخر ربما الأشياء تختلف ولكن اليوم أنا نظن باللعبين رايحين يعني يسيروا يجيروا يعني المباراة كما ينبغي بلا معني ما يدخلوا يعني في في الصراعات يعني البدنية لأنها ممكن الفريق السيشل عنده حاجة ميزة واحدة اللي ممكن يقدر بشيشد فيها الفريق الجزائري هو يعني الصراعات البدنية ونوع من الخشونة ما عنده ما يخسر وعنده قلت لك عندما هو المستوى التعو ما يعطي لهش ميزات أخرى يعني وتكون النوع من الخشونة باش يعني يحوسوا كيفاش يحبسوا الكرة الجزائرية طيب تلعب أمام منتخب ضعيف وتفصيلك نقطة واحدة فقط على تأهل لي كان 2017 كيف يجب أن تتعامل مع هذه المواجهة أو ما هي مفاتيح هذه المواجهة والله من المفاتيح أنا قلنا الأولين يعني من غض النظر الجانب التقني والتاكتيكي أنك ألولين تكون عندك تركيز التركيز لازم يكون واجد من بداية المباراة حتى نهاية مهما كانت يعني النتيجة هذا الشيء الهام ولكن من بعد من مفاتيح اللعب هو أولا فريق كما هذا لازم أنك تكون عندك نسبة كبيرة على استحوات في الكرة لأنها ممكن عندما تستحوذ الكرة بشكل جيد راح ربما تعيي يعني يدخل النوع من التعب للفريق المنافس وبالتالي تقدر يعني تسجل عليه وتسيطر عليه نعم هذه يعني ممكن زوج أشياء ومطلوبين حاجة يعني مباراة كما هذه تطلب حاجة للفريق وأنك تلعب للعب الجماعي وليس اللعب الفردي لأنه عندما تلعب ضعيف شفناها في عدة مباراة حتى في العالم موجود هذه عندما تلعب مع فريق ضعيف ساعات الجانب الفردي يطغى على يعني هذا يدخل ربما في كما نقوله عدم احترام الخاص عدم الاحترام ولا حتى يعني يجي يعني بشكل أوتوماتي يعني اللعب عندما يلعب مع فريق هكذا وحده يعني يبدأ يجيه تفكير ما وش يعني تدابر المدرب أو يعني ولكن تفكير تعه أنه هي ساعات يروح ويتميز أكتر في اللعب الفردي وهذا رح يكون خطأ حقيقة أنه ممكن ساعات يعني يلعب فردي عندما يجيب لك الأفضلية يعني بالحركات الفنية ولكن يعني في حالات ولكن ما لازمش نضيع اللعب الجماعي الثاني اللي هو يعني يروح المجموعة حدثنا يعني بشكل عام كيف يجب أن يكون أذاء المنتخب ومفتيح الفوز بهذه المواجهة نتحدث عن الجزئيات يعني الربع ساعة الأول من هذه المواجهة كيف يجب أن ندخل الربع ساعة من هذه المواجهة وأنت تعرف كلاعب سابق بأنه الدقائق الأولى مهمة مهمة جدا يعني لدخول بانتظام في هذه المواجهة يعني كيف ندخل هذه المواجهة ندخل مباشرة في صلب الموضوع يعني الهجوم والبحث عن الثغرات أم أنه ننتظر رد فعل المنتخب المنافس وندرس كيف سيدخل المنتخب المنافس ثم بعضين سكون هناك ردة فعل من المنتخب المنافس يشوف مباراة كما هذه وفي الضل يعني الظروف المناخية اللي موجودة هناك يعني فيها رطوبة وفيها في رطوبة وفيها يعني حرارة يعني في التقس نظن لعبين ما راحش يدخلو يعني نظن يعني من بداينا راح يغامر ويلعبوا يعني يعني يقتصدوا مياه في المياه وما راح يشيريه نعم تكون فطرة لابد في كورة القدم مباراة كورة القدم دائما تكون فطرة تعالي المراقبة أنك تشوف الأدفرسال تعالي المنافس كيف هو حتى راح يلعب هل راح يقعد الوراء هل راح يهاجم هو كذلك ممكن يدلك أمبريسينج الفوق ولكن هذه لا أعتقد الوك الآن لعبين ما يعرفوهش حتى المدر ما راحش يعرف كيف المنافس راح يتعامل مع بداية المدر ولذا نقول كايرا 4 ساعة 10 دقيقة ممكن لعبين تعالينا راح يشوفوا يرقبوا ويشوفوا التغارات وممكن يعني من بعد يراحين يدخلوا في سمام الموضوع ولما لا يعني يسيطروا على المباراة نعم وفيه نقطة مهمة لازم يدخلوا يعني كما نقول نحن نية الفوز لأنه نقاط الثلاث مهمة رغم أنه تعادل كافي لأنه نقاط الثلاث فيه ترتيب يعني الفيفا الذي سيدخل في حسابات تصفيات المؤهلة لكأس العالم بالنسبة لي أنا نقول حتى اللعبين يكونوا داركين هذا هو لا خيار بدون تلت نقاط يعني قلنا أعطينا للمعطيات أن فريق هذا ما هوش يعني الفريق اللي قادر يعني يشكلنا صعوبات أو مخاطر كبيرة في طيلة اللقاء ولذا المباراة اليوم أنا نظن بالنسبة لي مخيبة لو كان نقطة والله بالنسبة لي مخيبة ولذا نقول تلت نقاط لابد نجيبهم تلت نقاط ونجيبهم تاني بتاريقة يعني جيدة يعني لتبين أن فارق كبير موجود بين السيشل والجزائر طيب هناك نقطة مهمة ربما تأخرنا في الحديث عنها وهي الأول مرة سنشوف المنتخب من دون المدرب كريستيون غوركيف نبي نغيز ماذا يعني يمكن أن يقدمه هذا المدرب المؤقت يعني ليبرز يعني كفاته حتى هو يعني نظن يعرف الآن الفريق لأنه عنده تقريبا سنتين هو يعني موجود مع التقم إذن يعرف كل خفايا هذا الفريق ننتمن له أن تكون مباراة في المستوى حتى اللعبين نظن يعني لو يعني يكونوا يعني نقول محترفين مئة في المئة نظن حتى هما يعني راحين يلعبوا خاصة على المدرب يعني يعني يعطيه يد المساعدة لأنه يعرفين أنه المباراة الأولى يعرفين أنه مدرب محلي إذن حتى يعني نظن اللعبين نظن راحين يتأقلموا يعني مع التاريقة تعه لو نقول يعني تاريقة تعه لأنه مش تاريقة تعه لأنه يعني راح أخذها نفس اللعبين إذن راح في الاستمرار تع غوركيف نتمنى إن شاء الله النجاح ولماذا يعني مستقبل ظهر نعم مصطفى كويسي حسب يعني أخر الأصداء المباراة ستلعب بدون جمهور بسيشل هي مشغل موجودين نعم لا ما شوف في البلد سيشل بوتاتر كاليمة بالإضافة إلى الظروف الصعبة والأرضية لا سيشل ما يشكر كورت لشي بلاد كورت القدم أنا قلت لك نعرفها هي أكتر منها سياحية بلاد تاع سياحة بلاد يلعب الكريكي يعني ما شوية ولكن كورت القدم قليل يعني اللي راح يعني يفكر فيها أو راح يكون يعني جمهور وراح تكون ضغط هذا نحيوها نقدر نقول ويكروكي ما قلت في عجالة فقط نتحدث عن بعض اللاعبين المحليين هناك دمه بن دبكة وقاراو ممكن يعني يكون هناك إقحام للثلاثة بما أنه فيه حديث عن إرهاق لمجاني وكذا هناك نعم مجاني لم يتدرب في حصة يوم الثلاثة هنا ممكن دمه ولا مو المرهب لا أعتقد ممكن بن دبكة ممكن تكون عنده فرصة كما قلت مجاني يعني لا راه الأخر ممكن يقدر يعود في المكان تاعه يقدر يدخل أما الأخرين نضم لما شكيت يعني اليوم ولو نحن نتمنى أنه يعطى لهم الفرصة كابد بودا ولكن سمعتنا حتى أخر أخبار سمعت باللي حتى غلام ممكن عنده إشكال ممكن كما قلت يكون صغير ويدخل لابد بودا نعم نختم بتوقعات طبعا والله هاي التوقعات أنا نظم باللي راح يكون فوز يعني لو لن لعبوا يعني بالتاريقة تاعنا بعدم يعني بكل التركيز أنا نظم باللي الفوز راح يكون يعني ما نقولش يعني يلعبوا بكل راحية ويجيبوا التلت نقاط إن شاء الله وهو ما نتمنى لكي نضمن بطاقة تأهل إلى كان 2017 قبل مواجهة لسوت سبتمبر المقبل أشكرك جزيل الشكر سيد مصطفى كويسي اللعب